وإمكانية المستحيل في يد الكنيسة وفي يد المؤمن وبعدين الكلام ده تسبت في الكنيسة منذ القرون الأولى يعني لو تبص على تاريخ الكنيسة تلقى فعلا الكلام اللي قاله المسيح ده صح كم مرة حول ملوك العالم وقوات الظلمة إنها تنهي الإمام من العالم النهارده قوات الظلمة يعني وخد كل الأسلح شفتوا الإنترنت شفتوا الأباحات شفتوا 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 والإمام موجود بمنتهى العنف والابتكار الشيطان عمال يطف الإمام من قلوب الناس ناجح بس المين لمين اللي بيتسلط عليهم الشيطان اللي ساب الإمام ليه بلاد كانت يعني تركيا دي مثلا دي كانت مركز قراز بوليس الرسول لما بيخس الإمام بيتسلط الشيطان أمريكا كانت بلاد مسيحية شكلها بيتغير أوروبا كانت مسيحية كانت من أعظم الجامعات اللي بتعلم الإنجيل ألمانيا وفرنسا فرنسا راحت ليه؟ سبب عدم الإيمان طيب أدخل بقى إزاي الإيمان يزيد؟ بكل بساطة الإيمان يزيد بالتعلق بالرؤية كل ما يعني أنا مش عاوز أتخيل إنه ممدوح ولا روبرت قاعد قدامي أنا شايف أنا قدر أتخيل حاجة أنا مش شايفها وتبقى ضعيفة لكن لما شوفه قدامي وحس بي واتكلم معاه وابتدي علاقة شوفه كل يوم واتكلم معاه كل يوم وبعدين تتكون بيني وبينه علاقة أدل الإيمان بصوا بقى كلام الإنجيل أنا قلته بالبلدي بقى أما هذا الجنس قوى الشر لا يخرج إلا بالصلاة وده اللي أنا قلته الصلاة الدالة الصلة طب وبعدين والصوم إيه الصوم الترك بس الصوم عندنا تحول لترك الأكل بس إخسار ركزنا خالص في الصيام ده في سمك مفهوز سمك الصيام ده الساعة كام من الساعة كام يبتدي من إيه وإيه لا ده الصيام الترك اللي الإنجيل تكلم عن الإسبوع الفات وحيكلم بك إن لم يترك الإنسان أباه وأمه وزوجيته وأولاده وإيه ونفسه إلا ما يستحقيني طب ليه طب ليه الترك عشان يتحد ده ده إحنا بنقول مثلا إيه للعروسة إنسي شعبك وبيت أبيك ليه عشان حتروح تتحد بالعريس وبنقول الرجل يترك الرجل الأباه وأمه ليه عشان حيروح يتحد طب ما لنا حترك ليه عشان أتحد واخد الملكون ابتدى الإنجيل كله يبان طيب أرى أرى كستان الذي لم يشفق على ابنه بل بذله للأجلين أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء ده الله خلاص عطياه مستعدة كل شيء دليلي ابنه الوحيد بذلوا لأجلين كيف لا يهبنا معه كل شيء إن كان أعطانا أعظم ما عنده عاوز إيه عاوز شفا عاوز كله موجود طيب لكن وكل شيء مستطاع لدى المؤمن طيب خلاص احنا اطمنا لله وقعت المشكلة وعدم استجابة الصلاة في حضننا احنا طيب كيف عاوز إيمان كيف تقوى الإيمان بالدالة بالصلاة بالمحبة للمسيح والآخرين الاتنين يمشوا مع بعض شوفوا الكنيسة بقى لقطت القانون الإلهي ودخلت هنا جوى العباد عندنا صوم وصلاة حياتنا في الكنيسة من يوم ما بنتولد لغاية ما نمشي يقول لك أيام صيام وصلاة صيام وصلاة عمرنا كله صوم وصلاة بس يخسار لما باخد المنظر البراني صلاة الكنيسة الجامعية بتقوي إيمانها وصلاة المؤمن لوحده بتقوي إيمانه هو إيه الصلاة دالة لما واحد بيقف يتكلم مع الله صبحه ولي كان واحد بيكلمني بيقول العشية بتقله ومش عارفه قلت له أصلي إناش مش وقدة بلها العشية دي كانت صلاة مستقلة مش لازم عشان بكرة فيه قدها ده هو حضرنا قدام الله باكر وعشية هي ملهاش دعوة إنه بكرة فيه قداز ملهاش دعوة إنه فيه وعزة أو مين بيوعز أو عيد ديس ده حضور حضرنا قدام الله وقفنا قدام الله إيه رأيك بقى فيدي بتقوي الدالة يحكى إنه ما عرفش طبعا هاي قصص مكتوبة عرفش مدى صحتها ولكن لما كان فيه واحد تمال ييجي الأداس كل يوم كل يوم وبعدين إيه بطل ييجي أتريه كم مريض كان يشوف واحد يزوره وهو مش عارف ده مين دار المسيح أو الراجل الراهب اللي كان يصوم أربع وجمعته لعمره وهو في ساعة جناسته يشوفه ملكين قصص زي بقول ما عرفش مدى صحتها ولكن الدالة كده إحنا مع بعضينا اللي بيعمل معاك خير بتبقى حاس إنه كدنا مديون له طيب إن كاننا إحنا بعطفتنا البشرية اللي إحنا ورسنها من الله كلي المحبة ما تحسش كده معايا إنك لما تصوم العمر كله يشيلها لك لما تصلي باكر وعشية ما يبقاش في بيننا دالة أكيد طيب قادي الإيمان كيف يتقوى الإيمان بالمسيح بالدالة والدالة دي تيجي زي بالصلاة بس عاوزين بقى الصلاة النهاردة بعد الكلام ده تاخد طابع الحب تاخد طابع العلاقة الاتصال ما تاخدش طابع القراءة والواكب قديني صليه الصلاة إن خلت من الحب والإحساس والدلة ما لهش أيما قادي تنمو الدلة وينمو الحب وينمو الإيمان وبعدين الصوم بقى ده السند الدليل إن عشان خاطر يسوع أنا بسيب بس تاني مش بسيب الأكل بسيب الشهوات بسيب ذاتي عشان خاطر يسوع اللي بحب هنا تتولد الدلة والإيمان طيب ولو دي بقت عندنا خلاص أطلب زي ما تطلب والتاريخ المعاصر ويا مبيوت يا مبيوت فيها أباء وأمهات مش معروفين يصلوا بدلة وبإيمان ويشفى الولد موجودة مش بعيدة المعجزات تتبع المؤمنين بس تاني يا أخوتنا أفلنا على الإيمان فلان فلان الإديس المشهور قال أيوة إديسين ولكن لو أفلنا عليهم طيب نروحوا كدس بيعمل إيه دعمال في الكنيس هو بطل شغل ليه أفلنا على الإديسين ليه أفلنا على القداسة ونروح فلان نصلي ليه أيوة أيوة نفع ولكن عندك الإمكانية إنك تربط نفسك بالله بالعاطفة بالمحبة وتسيب وتبقى سيرة نقية مهصوم يعني إيه القداسة والنسك وعدم الشهوات الجسد ده اللي بيطعف الإيمان ويطعف الدلة اللي يطلب من الله ويبقى له دلة عند الله لازم حياته تبقى على المستوى شكده خلي بالك لما تقف وتصلي لازم تعرف أنت حتطلب إيه قال المسيح تاني أنك لما تصلي يعني إيه صلي بدلة يعني وانت بتصلي تشكر كأنك أخدت فعلا مش تمثيل أديكم مثل طبعا من الكتاب المقدس قال على أبونا إبراهيم أبو الإيمان أنه لما دعي أطاع طاع هو مش شايف ولكن ابتدت حرك كأن الله وعد الله بالناس لفتقوى قدم ابنه سحاء وهو متأكد أن الله هيقومه وقال هنروح نصلي ونقدم زبيحة ونرجع لكم والولد يسأله فين الزبيحة يقول الله هيعد زبيحة يرفع السكين حتى لو طالما الله قال أنا هرجع بالولد سلي نوح كل الأمثلة دي طبعا من سفر العبرانيين صاح 11 نوح ربنا قال له أنه حيهلك العالم ابتدى يبني الفلك لو شايف حاجة ده الإيمان شفتوا الإيمان إنه وعود الله صادقة آخر حاجة أقولها إن كان الإيمان ممكن أخرج به شطان طبعا ما قال لك الإيمان أخلص به أنا من الشطان اللي تعبني أنا كان ذاتي كان كبرياي إن كان شهواتي بقولك إن كان إيمان التلاميذ أو إيمان واحد آخر يخرج الشطان كم وكم بالأولى أخرج أنا الشهوات والشياطين المتسلطة علي خلاصة الكلام جي المسيح وأعطانا ذاته ما تدورش عليه من برة زي ما حكيت لك الناس اللي أعدى دامي دور عليه من جوه خش جوه أربط نفسك بالصلاة بالمحبة النسك الترك لما يتقوى إيمانك تستطيع كل شيء لربنا المجد إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر